في محاولة إذن لاجتثاث روابط الإخوان وقطع كل محاولات عودتها إلى الساحة السياسية تضيق السلطات التونسية إذن على ما تبقى من رموز الجماعة تطهيرا لطريق تونس من الفساد بحسب ما تقول حيث أوقفت السلطات أمينة عام حركة النهضة العجمي الوريمي رفقة عضو مجلس شورى النهضة محمد الغنودي والناشط بشباب النهضة مصعب الغرب وبحسب تسريب صوتي لمنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة السابق يتهم محمد الغنودي بتلقي أموال من نجل رجل الغنودي معاذ بطريقة غير رسمية وتقول مصادر أمنية أن التهمة الموجهة للقيادات التي ألقي القبض عليها تتمثل بمحاولة التشويش على الموعد الانتخابي الرئاسي من خلال السعي لبث الفوضى والفتنة بين أبناء الشعب التونسي إذ روجت حركة النهضة لوهم استحداث شروط جديدة بهدف منع قيادات الجماعة من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل إلا أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قد فند تلك المزاعم قائلا إن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية لا تستهدف مرشحا بعينه بل كانت بصورة عامة وتطبق على الجميع وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اشترطت تقديم المرشح لسجله العدلي بصحيفة السوابق الجنائية حيث أكدت استبعاد المدانين في قضايا إرهاب أو فساد مالي وتتمثل أبرز سروط الترشح للرئاسة في أن يكون المرشح تونسيا مسلما وناخبا مسجلا في سجل الناخبين يبلغ أربعين عاما يوم تقديم الترشح أن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية كما يجب أن لا يكون قد سبق للمترشح أن تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كامليتين متصلتين أو منفصلتين وأن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرماني من حقوقه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة